أقيمت على مضمار الفقيد العولقي باستاذ المدينة الرياضية بعدن منافسات بطولة الشهيد لواء جعفر سعد محافظ عدن الأسبق لألعاب القوى لفتيات الأندية ونظمتها لجنة رياضة المرأة تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة في العاصمة المؤقت عدن المنافسات البطولة شهدت مشاركة أندية المنصورة والوحدة والنصر والمنصورة وشمسان وتنافسنا في مسافات 100 متر و200 متر و400 متر و800 متر بالإضافة إلى 100 متر التتابع ورمي الجلة والوثب الطويل والرمع وأحرزت فتيات نادي النصر المركز الأول في نهاية المنافسات بعد منافسة قوية أمام فتيات الأندية المشاركة تمكننا خلالها من حصد أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضية وميدالية برونزية في حين جاءت فتيات نادي وحدة عدن في المركز الثاني بعد فوزهن بثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية وحققت فتيات نادي الميناء المركز الثالث بذهبية وثلاث ميداليات فضية وبرونزية وفي ختام البطولة جرى تكريم فريق النصر بكأس البطل وفريق وحدة عدن بكأس الوصيف وفريق الميناء بكأس المركز الثالث كما جرى تكريم أبطال مسافات وفعاليات البطولة فرديا بالميداليات الملونة كما كرمت قيادة مكتب الشباب والرياضة ولجنة رياضة المرأة أسرة الشهيد اللواء جعفر محمد سعد تقديرا وعرفانا لتضحياته وكذا تم تكريم بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر تقديرا للجهود المبذولة والدعم اللامحدود في سبيل تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية في العاصمة المؤقتة عدن اشتركوا في القناة